موسيقى مشاهدين في كل مكان أهلا بكم في الحقيقة صيف القاهرة ساخن بالكثير من الأحداث اللي هي بتمثل تداعيات للقاهرات المزلزلة لاتخاذها الرئيس مرسي يمكن ده بنلمسه في ما تنشره الصحف من سيل من التقارير والتغطيات الإخبارية وعايز أقول مش عايز أقول ألاف إنما يكون عشرات الألاف من التقارير التي يشعر بها الفضاء الإلكتروني عبر صفحات النت وتواصل الاجتماعي والصحف لكن الواضح إن فعلا فيه فجوة كبيرة بين الصحف القومية وأداها والصحف المستقلة أو الصحف الخاصة الصحف القومية ما زالت حتى الآن ترى إن وظيفتها هي الوظيفة الكليسيكية التقردية تقديم الأخبار إن الرئيس قابل المشير تنطول في رئيس معنان ودههم الوسام لقرأة النيل ومشعب فقرات الجمهورية وما قال زالك لا شيء بعد زالك في الحقيقة الصحف الخاصة تنفرد بإن هي بتقدم مزيد من التحليل للحدث لا تكتافي بمجرد ماذا حدث إنما تخوض في أعماق الحدث وتقديم التحليلات المختلفة لي وتجتهد من خلال مصادر خاصة ليها أو من خلال مصادر أجنبية وما إلى ذلك ما زال الموضوع الأساسي في حلقتنا النهاردة هو العلاقة بين الرئيس مرسي والمؤسسة العسكرية في ضوء ما اتخذوا من قرارات لم تكن متوقعة باعتراف كل المحللين بالإطاحة بعدد من كبار كيادات الجيش وعلى رأسهم المشير تنطاوي والفريق سامي علان هيا فيه كاسم المعلومات الخطيرة اللي احنا هنستعرض في حلقتنا النهاردة يقال إن المشير تنطاوي للرئيس مرسي ما كانش ينوي للإطاحة المشير تنطاوي وكان المتفق إن المشير سيبقى في موقعه لمدة أربع شهور قادمة إلى حين ما يتم الانتهاء من الدستور الجديد وإجراء انتخابات مجلس الشعب ثم تشكيل حكومة جديدة وكان المشير هو اللي هيطلب من تلكه نفسه إن هو يعني إن هو عايز يحصل على صراحة محارب وإن هو خلاص يكتفي بما قام به في الحياة السياسية العامة الرئيس مرسي بعد أحداث رفح شعر بإن فيه حالة من الاستخفاف به كرئيس للبلاد وإنه لا يعامل باعتبار كقائد أعلى لقات المسلحة الرئيس مرسي شعر بخيانة من المخابرات العامة إنها لم تقدم له توصيفا ضفيقا للأحداث اللي حصلت في سينة شعر بإن هو المطالب من المشير تنطاوي بإن هو يقيل بعض القيادات وخصصا قائد الشرطة العسكرية اللي هو حمدي بدين إن كان فيه استخفاف بهذا المطلب وإن المشير تنطاوي أقال اللي هو حمدي بدين أو تعامل ببطء مع هذا المطلب وفي المقابل قرر تعيينه مسشارا لشؤون سينة في الحقيقة فيه مجموعة من الأشياء الكثيرة الصحف النهاردة بتقدم معلومات كثيرة المعلومة أيضا الأخرى بتنفيذ بها صحيفة الشروب بتقول إن فيه سبعة من الوزراء الجدد في الحكومة الحالية اللي هي برأسها هشام أنديل اللي هم كان اختارهم المشير تنطاوي في الحكومة قدموا طلبات بإعفاءهم من مناصبهم بعد القطاعها بالمشير تنطاوي هذه الأخبار وغيرها الكثير نستعرضها في جولتنا اليوم في صحافة القاهرة الصادرة يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر أوص سنة 2012 ونبدأ جولتنا بصحيفة الجمهورية وعنوان خبر في الصفحة الأولى للجمهورية بيقول قلادة النيل للمشير وسام الجمهورية للفريق سامي عنان وفي صورة أمام حضراتكم شايفينها يمكننا احنا مبارح كنا طربنا ربدا على التقارير اللي كانت بتقول أن المشير تم تحديد أقامته أو في أقامة جابرية ليه هو الفريق سامي عنان تقولنا يا جماعة يجب أن يخرج المشير ونشوف المشير وهو موجود وما المانع أن الرئيس لما يمنحه كرات النيل ويمنح الفريق سامي عنان وسام الجمهورية وكرات الجمهورية أن هم يتصوروا معاه يبدو أن هذه الأصوات أنا مش هجعله نفس بذلك ده ما كانش مطلب يولاحد لكن ده كان مطلب كثير من الأصوات اللي كانت بتطالب بذلك واضح أن ده وصلت لمؤسسة الرئاسة واعتبرت أن خير وسيلة للرد على الشائعات التي تتحدث عن تحديد أقامة المشير الفريق أن يتم استدعاهم للرئاسة وتسلمهم الأوسمة اللي تكرر من حاليهم وده اللي حصل بفعل يوم الثلاث والخبر المنشور حركة شفت صورة المشير وهو بيتلقى القلادة من الرئيس سنتاوي من الرئيس مرسي وفيه خبر تاني في الجمهورية هو تصريح على لسان الفريق مهاب مميش الرئيس الجديد لهيئة قناة السويس وبيقول لا صحة لا صحة لوجود توطر بين الرئيس والجيش ما فيش توطر بين الرئيس والجيش وإن فيه خطة لتأمين القناة وسنزيد إيرادتها ده الجمهورية بتقوله نروح للأهرام المرشد الرئيس الأهرام يكن اهتمت في المرشد بالخبر الخاص بتاعينه الكهيدات الجيئة للجيش والمرشد بيقول بيومي اللي هو اللوى عبد المعين بيومي كؤيدا للدفاع الجوي واللوى أسامة الجندي كؤيدا للقوات البحرية واللوى يونس السيد حامد المصري كؤيدا للقوات الجوية مرسي يكرم تنطاوي وعنان ويأمر بدراسة مطالب العسكريين المتقعدين والرئاسة تنفي التنصيق مع الخارجية الأمريكية حول القرارات الأخيرة اللي كان فيه تقوير قادرة إن كان فيه تنصيق مع الأمريكان وكانت أمريكا تعرف الرئاسة بتنفي الكلام نتاما يقول إن الكلام ده يعني لم يحدث وحركوا شبتوا صورة المشير والفريق سمع عنان وهم بياخدوا الأوسامة من الرئيس مرسي نروح للشروع الحقيقة شروق الحقيقة يعني ما زالت اليوم التاني على التوالي بتتميز بانفراضات صحفية تستحق الإشهادة يعني فعلا الشروق يعني بتتميز بأشياء وتفاصيل وخلفية كثيرة فعلا بتقدم لنا صورة للصحافة في مرحلة يعني في المرحلة الجديدة اللي احنا عايشين فيها النهاردة ليس مهمة الصحف النهاردة إنه يقول ماذا حدث ماذا حدث دي كل الدنيا عارفها النهاردة على كل الفضيات أي حدا محلاقه بيفتح التلفزيون يسمع الخبر يخش على انت يسمع الخبر فالنهاردة لما أنا أجل في جورنال تاني يوم عشان نقول ماذا حدث خلق يعني أصبح حاجة باية يعني الناس كلها عرفتها من المبارح لأقدم فيها أبعاد أخرى لهذا الحدث ربما لا يستطيع غير أن يحصل عليها الشروف في الصفحة الأولى بتقول الجيش يتجدد وسلطات الرئيس تتأكد في إشارة لإحكام سيطرة الرئيس مرسي على مؤسسة العسكرية وبتقول صلاحيات مرسي تصير المخاوف من ديكتاتور منتخب وده جديد يعني هو ديكتاتور بس الجديد بأنه هو ديكتاتور منتخب يعني الرئيس النهاردة أطاع في المجلس العسكري هو النهاردة بيقبض على مقاريد السلطة كاملة في مصر هو الرئيس التنفيذي السلطة التنفيذية بجناحيها الرئاسة والحكومة هو رئيس السلطة التشريعية على تبار أنه قالت إليه السلطة التشريعية التي كانت في يد المجلس العسكري هو لو صلاحيات دستورية لو صلاحيات كاملة أرزأ إعلان دستوري جديد في 11 أغسطس وألغى الإعلان الدستوري المكامل كان صدق في 17 يونيو دي كلها أشياء بتجتمع في يده لأول مرة في يد حاكم مصري كل هذه الصلاحيات لأول مرة في التاريخ فيه مخاوف من يعني انتاج ديكتاتور منتخب زي ما الشروع بتقول قادة جدد للأفرع الرئاسية لقوات المسلحة وفيه تحذيرات من السنساخ القاعدة فيه سيناء دي عن وينة الموضعات الموجودة والشروق وفي الحقيقة في المرشدة الرئيسة للشروق هو مرشدة متميز بكل المقاييس بتقول شروق أسرار الخلاف بين الرئيس والمشير إيه هي أصار الخلاف؟ بتقول أن تنطاوي رفض إقالة أعضاء في المجلس العسكري بعد حادث رفح لتحصين رجاله من المسلحة في الحقيقة يعني إن كامل وعيننا وقدم التحيل بتقول وقيادات بالمؤسسة العسكرية تعملت مع مرسي على أنه رئيس تنفيذي وجنرالات رفضت الاعتراف به بأنه هو القائد الأعلى لقوات المسلحة ومرسي كان يرغب في تقاعد أكثر تقديرا لتنطاوي وعملية رفح الجلسة من قروب وتقول فعلا أنه كان فيه خلاف حصل بين الرئيس مرسي ومشيرتا طاوي الخلاف ده كان له أكثر من المسلحة البعد الأول أنه هو طلب من المشيرتا طاوي إقالت بعض أعضاء المجلس العسكري ممن يعني كان الرئيس مرسي بيتهمهم بأنهما كانوا بيدعموا الفريح من الشفيق في انتخابات الرئاسة وتحديدا في جولة العادة يعني الرئيس مرسي حاطت برضو مازالت انتخابات الرئاسة ربما هو وصل للرئاسة لكن ما زال برضو موضوع يعني له رواسة بلوسة يعني له أثاره فهو بيرى أن فيه بعض جنرالات في المجلس العسكري كانوا بيدعموا الفريح من الشفيق فهو طلب من الرئيس عفوا من المشيرتا طاوي بأنه هو ينحيهم المشيرتا طاوي رفض أنه هو ينحي هؤلاء الأعباء في المجلس العسكري رقم واحد رقم اثنين طلب منه قالت اللواء حمد بديم قائد الشروط العسكري لكن ما حدث هو أن المشيرتا طاوي يعني تباطأ أو يعني كان بيقلل من شأن هذا الطلب وأخيرا نفذوا يعني على مضض وعينوا مستشار لشؤون سيناء الرئيس شعر بأن فيه خيانة من المخابرات العامة وأنها لم تقدم له تصورا كاملا بما يحدث في سيناء وشعر بأن فيه حالة من استخفاف به استخفاف به داخل المؤسسة العسكرية أن فيه كثير من القادة العسكريين ما زالوا يتعاملوا معها لأنه مجرد رئيس تنفيذي وليس قائدا أعلى للقوات المسلحة وأنه يعني دي الخلفيات ولذلك فإن الرئيس مرسي بمجرد ما يتحدث بعد حدث رفح بعد ما يتحدث عن حدث رفح أصر أنه يعلن أنه يقود بنفسه يقود بنفسه هذه العمليات اللي هي العملية نسر لمطاردة فلول الإرهاب الموجودة في سيناء فيه إشارة يعني فصلها المتحدث باسم هذا سياسر علي هي إشارة من الرئيس مرسي ورغبة لدى الرئيس مرسي للتأكيد على أنه هو القائد الأعلى لقوات المسلحة ومن كانش حاس أنهم يتعاملوا مع القوات المسلحة هو مش ابن المستخدم العسكرية هو ما كانش الضبط في الجيش فهما أنت رئيس بس مجرد رئيس تنفيذي ولا علاقة تركها بالجيش أنت مش قائد بتاعنا وأن حتى في كل البيانات اللي كانت تلفزيون الحكومة أو تلفزيون المصر كان بيزعها وفي كل الاحتفالات اللي كان بيحضرها الرئيس مرسي لتخريج دفعات من الكليات الحربية المختلفة كليات الجوية كليات الحربية يعني وكل الكليات العسكرية ما كانش بيتم التعامل معه باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس مرسي كل هذه العوامل يعني ترصبت فيه نفسه فجاءت العملية بتاع ترفح شعر بأنه هو ده الوقت المناسب في ظل حالة من الصخط الشعبي بشأن طبعا ضحايا اللي ماتوا في ظل حالة برضو يعني نوع من التزمر هو التمسها فهو اختار التوقيت المناسب وقرر أنه هو يقوم بهذه العملية في هذا التوقيت اللي هو اختاره وراءه أنه هو ده الوقت المناسب على الجانب الآخر في الحكومة أنه فيه الشروع بتطلعنا بمفاجأة بتقول أنه فيه مصادر حكومية بتقول أنه فيه نحو سبع وزراء ممن رشحهم ممن رشحهم واخترهم المشير تنطاول المشاركة في حكومة هشام أنديل طلبوا من رئيس الوزراء إعفائهم من مناسبهم بعض يعني دول كانوا رجالة المشير فطبعا بعد المشير مشي طلبوا أنه هما يمشوا يعني يمشوا وراه وده يعني ملخص لأسرار الخلاف الشروق بتنفرد به في عدد الأربع وطبعا هي بتنشر صفحة كاملة جوه في صفحة خمسة وبتقول في صفحة خمسة فعلا يعني أنه ما كانش فيه رغبة في الإطاحة بالمشير تنطاول وكان المشير تنطاول كان مقدر ليه أنه هو يخرج بشكل أكثر تكريبا من ذلك أنه كان هو اللي هيطلب أنه هو يمشي بمجرد إجراء انتخبات مجلس الشعب وتشكيل الحكومة الجديدة فما كانش هيكمل في الحكومة دي وكان هيطلب بقى أنه هو خلاص يحصل على صراحة محارب وأنه كان يقعد في البيت وكده لكن يعني جات بقى الأحداث دي كلها مع الخلافات الدفينة بين الرئاسة مع الخلافات جوه جنرارات المجلس العسكري رفض أنه ينافل سرباط رئيس مروسي حاس النوابجة بتعمل معاملة مطلوبة فجات العملية كده إيه زي ما احنا شفناها ومازلنا مع الشروق والشروق بتتكلم بتقول وزير الدفاع الجديد اللي هو اللي هو عبدالفتاح عفوا الفريق أول بقى طبعا الفريق أول دلوقتي الفريق أول عبدالفتاح السيسي يبدأ مشاوراته لإعادة تشكيل المجلس العسكري السيسي يكتمع مع رئيس الأركان وكبار الدباط وأنباء عن بقاء شهين وعمارة في منصوهما اللي هو في المجلس أعرفات المسلحة وروزا اليوسف في صفحتها صفحتها الأولى يعني بتاخد المشهد لزاوية أخرى زاوية إنسانية هي تتكلم عن تكريم الرئيس لتنطاوي عنان بتقول الرئيس يتكلم تنطاوي عنان وبتقول التقاعد عادة تنطاوي وعنان لممارسة هوية المشهر سيرانجو بتقول إن المشهر تنطاوي فريق سامع عنان كانوا يعني فيه علاقة على مستور الأسر بتجمعهم وكان الفريق سامع عنان حريص حتى أثناء موجود الاثنين في الخدمة إن هو يعني يقوم بزيارات للمشهر تنطاوي في بيته ويقعد معاه في الجنينة بتاعته وكان فيه هواية بتجمعهم إن هم كانوا بيحبوا يلعبوا شهترانج حتى هم في الخدمة يعني كان المشير كان كثيرا ما يقعد مع الفريق عنان في البيت يستقبله في الحضيقة بتاعت منزله ويقعد لعبوا شهترانجو فبطولت إن الاثنين بعد ما خارجوا من الخدمة هي تفرغة بقى إيه لهوايتهم اللي هي المشي ولعب شهترانج داخل حضيقة منزل المشير وهي الهواية الثانية التي كان يحلصان على المرسلتها أثناء منهم السابق حيث كان يقوم بزيارة في حضيقة وزارة الدفاع كانوا بقولوا ده في وزارة الدفاع فالنهار ده ينتقل المشي هواية المشي والشهترانج من حضيقة وزارة الدفاع إلى حضيقة منزل المشير تنطاوي الوابدة في الصفحة الأولى بتتكلم عن نفس الخبر اللي احنا نشرناها من الجمهورية ومن الأهرام هتلاقوا أن المشير والفريق كانوا بياخدوا الكلادة والوسام من الرئيس مرسي وهم اللابسين الزي العسكري رغم أن هم خارجوا من الخدمة يعني انتفت عنهم هذه الصفحة العسكرية فالحقيقة الوابدة بتلفت نظرنا بتقول تنطاوي وعنان حضرة بالزي العسكري للحصول على الكلادتين النيل والجمهورية تعيين التراس قائدنا للدفاع الجوي ماعرفش هو مين يقمين التراس ده هو هنا الخبر اللي قناه واضح أنه الخبر فيه هو بتقول هنا بيومي يعني بيوم اللي هو عبد المنعم بيومي ماعرفش يعني مين اللي هو اللي هو هو معلش هو اسمه اللي هو أركان حرب عبد المنعم إبراهيم بيوم التراس فيمكن هنا الوابدة خلت اسم التراس جده الرابع الأهرام قالت بيوم اللي هو الجد التالت يعني هو اسمه عبد المنعم إبراهيم بيوم التراس عموما يعني الدفاع الجوي والجندي للبحرية والمصري للجوية ده الحتة للوابدة بتلفت نظرنا وبتكلم أن الاثنين راحوا بالزير عسكري الموضوع ده بتعلق عليه التحرير والتحرير بتقول يعني بتطرح تساول آخر التحرير في الصفحة الأولى بتطرح تساول آخر بتقول هل أفشلت قرارات مرسي مظاهرات 24 أغسطس فيه مظاهرات بيتلعوا لها بعض القوات سياسية في 24 أغسطس لانتفاضة أو ثورة ضد حكم الإخوان وصفات ملك الإخوان فيها بتتسايل بتقول هل قرارات مرسي بإحكام السيطرة على الجيش وتغيير كل قادة أو أغلب يعني القادة اللي هم بيمثلوا مفاصل الدولة المصرية هل دي ممكن تؤدي إلى إفشل مظاهرات 24 أغسطس محمد محمد بيقول المظاهرة المستمرة أبو العزيم بيقول الصوفين يشاركون لو علاء أبو العزيم والمحاربون القدماء التقوا مع الرئيس وحملة شفية بتقول إن احنا لم نضع إليها وبتنشر رسولها زي ما حركت شفية على الشاشة الرئيس وهو يمنح كلادة النيل للمشير وكتب العنوان مع السلامة وتوصل مع السلامة للمشاركة مع السلام خلاص يعني هو ده أدائك وانت وصلت نفسك لهذه المرحلة مع السلام يعني هو طبعا تعليق موحي جدا وفيه فعلا مقال مهم قاله كادب الأستاذ إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي للتحرير هنستعرضه في آخر حرقة وبتقول الرئيس يرد على التحرير ويستدعي المشير لتكريمه علنية وبتتساءل التحرير وبتقول لماذا لم يظهر المشير بالملابس المدينة أمار رئيس لإيه اللي خل المشير يصر إن هو يروح الرئاسة بالملابس العسكرية في الحقيقة الموضوع ده هو التحرير بتجيب عنه في صفحة 3 وبتنقل على لسان اللواء اللواء نبيل فؤاد الخبير الاستراتيجي في تصريح للزميلة هالعيد وبيقول فيها إن القوانين العسكرية بتسمح للمشير أن يحتفظ بزيو العسكري لمدة شهر بعد التقاعد يعني هي ده قواعدة العسكرية في الجيش إنه هو خرج من خدمة العسكرية القانون العسكري فده بيجيب على التساؤل اللي كانت الوافضة طرحته واللي التحرير طرحته في الصفحة أولى بتقول ليه المشير راح بالبادلة العسكرية فهي بتقول إن القوانين العسكرية القانون العسكرية بتسمح له إن هو يروح بالبادلة العسكرية لمدة شهر لكن بعد ما يعاد أكتر من شهر لا يسمح له بلبس هايزة الزي العسكري ويعود إلى لبس البادلة العادية بتاعته وواشنطن بتقول كلينتون عرفت فيه زياراتها للقاهرة بتغيير قادم في الجيش وسعد الدين الدكتور سعد دين مرهيم طبعا أستاذ عبن الاجتماع السياسي الشهير والمعروف هو بيقدم تحليل على مسؤوليته بيقول إن منفزه عملية رفح أراده مساعدة مرسي في الإطاعة والمشير وما أعتقدش إنها العملية تكون مضابرة في هذا الشكل يعني هما سعدوه من حيثه لا يادر لكن مش سعدوه بإنه فيه تنصيق يعني ما أقدرش نقول لي فيه تنصيق طبعا يعني السحيل إنه نقول لي فيه تنصيق ما بين أي طرف مصري أيا كان انتماؤه مع المنفزة بتبروح عملية العملية ده علشان اللي ما انتم تعملوها ده يساعدني إن أنا أقدر أخذ مجموع من القارات اللي أنا أقدر أطيح بيها بعد من وخلات المرغوفية لكن هو يصد إنهم أرادوا من حيثه لا يلا يدري أو من حيثه لا يعني بشكل غير مباشر في الإطاعة بالمشير ووزير الدفاع الجديد يعيد تشكيل المجلس العسكري وعتمان والرويني وحجازي ينتظرون الإقالة ومصير شهين والملة والفنجلي ما زالوا غامضا ونائب رئيس الجمهورية اللي هو المستشار محمود محمود محمد ميكي بيبعث برسالة إلى صحافة التحرير بيقول السلطة لن تغيرني وناجح إبراهيم في حوار غية هنستعرض تفصيلا بعد كده بيقول قابلتوا تكفيريين في التحرير وفي أحداث العباسية وكانوا يسبون جنود الجيش ويصفونهم بالكفرة ده بيقوله ناجح إبراهيم وصرط الخلباوي يتحدث عن حقيقة وجود تنظيم إخواني داخل الجيش ووزير الداخلية يحذر مديري الأمن من التهاون في حماية مقرات الحرية والعدالة في 24 دقصة والحقيقة بيحذر من التهاون في حماية مواقب الرئيس على طبعا بعد اللي حصل بعد ما راح مصرش والقبع العسكري وحماية مقرات الحرية والعدالة يعني أرجو يعني ألأ أن نعود إلى عصر حزب الرئيس الرئيس مرسي هو رئيس لكل مصريين مش عايزين نعيد تجربة الحزب الوطني اللي فات حين كان مبارك هو رئيساً الحزب الوطني وبالتالي كان عندنا حالة الشباك غير عادية بين كل مؤسسات الدولة والحزب الوطني وبالتالي أصبح فيه منافسة غير متكافئة وده حزب الرئيس اللي كله بيخشه هو ده البوابة اللي عايز يرتقي في الصحافة يخش الحزب ده عشي يبقى رئيس ساحل أوريس مجالس دار اللي عايز يتعاين وزير يخش عشرين وكذا اللي عايز هو رئيس جامعة يخش عشرين وكذا كان فيه حالة من الفساد والفساد السياسي المتعمد بسبب حالة الشباك بين الرئيس لكون هو رئيس لكل سلطة التميزية في المجتمع والحزب الوطني بعتبرنا حزب السياسي ما نرى في تصيح وزير الداخلية هو يعدنا مرة أخرى إلى هذا الشباك مع تغيير اسم الحزب الوطني لحزب الحرية والعدالة احنا مجرد حزب الحرية والعدالة الحزب الحزب السياسي موجود في الشارع فليمارس نشاطه السياسي كحزب السياسي بعيد تماماً وبعيد كل البعد عن الحكومة وعن الرئيس وإن لحنا النهاردة نتحدث عن اشتباك جديد اشتباك سياسي جديد هيمنح هذا الحزب حجماً أكبر من حجمه سيمنحه ميزة لا يحصل لها أي حزب السياسي آخر وبالتالي لما يجي وزير الدخلية يوصل لحزب الحرية والعدالة حزب الوفد ما هو حزب السياسي وهو حزب أعرق وحزب أكثر يعني لو هنكلم كتراث لبرالي مئة مرة من أي حزب موجود في مصر مش حرية الدخلية بس فعندنا حزب التجمع فالنهاردة أنا أتمنى أن تكون تعليمات وزير الدخلية لكل الأحزاب لكل مصريين مش عشان ده الحزب اللي كان الرئيس بيرقاسه وما زال ينتمي ليه أو بينتمي ليه بشكله وبآخر يبقى جماعة لا أحذركم من التهون في حماية المقارات دية وبالتالي يعني لا طبعا يعني إحنا عايزين لكل الناس ولكل الناس في الشارع وليس الحزب على حساب حزب آخر وإلا إحنا كده يعني وإلا هذا يعني أن ده منح أفضلية لحزب على حساب حزب آخر وبالتالي ما فيش ثورة ولا فيه حاجة حصلت ولا فيه أي حاجة عامة هلس يعني إحنا بنعود مرة أخرى إلى مقابل ثورة 25 يناير وده التحرير في الحقيقة الجمهورية في صحفة 4 بتطرح تفسير وتقول هل زبح الرئيس القطة للجميع قال بـ 14 يوسط بتقول فيها بيظهر العين الحمر أو بيطبح القطة قال بـ 14 أغصص عشان الرئيس يقول أنا هو أنا موجود وأنا قابض بكل مكانات السلطة وإن أي محاولة للخروج على الشرعية ستواجه بكل حسب بعد أن أمسكت بكل مفاصل الدولة في يدي فيه تفسير آخر بيقول إن المشير تنطول ما كانش متوقع ودي كلها كانت قرارات مفاجأة البعض يقول إن كان المشير عنده خلفية إنه هو هيمشي هو فريسان معنان لكن يعني المسألة ما كانش متوقعة إنه هتيجي بهذه المفاجأة وكان معروف إن الرئيس هتخذ قراره في وقته معين لكن ما كانش متوقع إنه هيقض قرار بالشكل ده البعض يقول إن الفريسان معنان أستود على اللقاء الرئيس وراح قبله في رئاسة الجمهورية وحس وهو خرج من اللقاء إنه ده خلاص هو نهايته الرابط وإنه ده لقاء النهاية فأحد يعني في اللقاء قبل قطاع حبيب كلام ده كان يوم سبت اللي فات المشير تنطوي رفض إنه يحضر هزار لقاء دي كلها يعني التقاوير وتفسيرات الدستور في صفحة أولى بتوجه رسالة للرئيس المرسي عرفوا لقبل الدستور نتكلم عن الفجر الحياة الفجر برضو عندنا عدد الفجر الجديد فيه يعني فعلا فيه تحيق صحبي متميز لأستاذ عادل حمودة هو بيكشف كثير من خفايا العلاقات بين أقطاب الحياة السياسية في مصر وبيقول في المرشد الرئيسي للفجر الخروج المزل للمشير أسرار انقلاب الجيش على الجيش عنان قرأ الفتاحة للتخلص من تنطوي فأقالهما مرسي معا السدعية للقاصر الجمهوري هما الاتنين راحوا للقاصر الجمهوري في عربية واحدة ده اللي بيقوله الأستاذ عادل حمودة في حيات الجمهورية بتقول لا ده عنان بس اللي راح والمشير رفض ان يروح يعني احنا عندنا هنا فيه رؤيتم وتضربتين الاتنين السدعية للقاصر الجمهوري فالفجر بتقول ان الاتنين راحوا في عربية واحدة ففجأوا بأن ما كانوش يعرفه طبعا بكارات رئيس مرسي ففجأوا من رئيس مرسي استدعى اللي هو عفتاح السيسي رقاء ده له درجة ردبة فريق أول وعينه وزير الدفاع وشط باسم موافي من كشف مرافقه الرئيس إلى الصين فعرف أنه يومه في المقابلات أصبحت معدودة يعني ده واضح برضو أن فيه مشكلة بأنه هو مراد موافي والرئيس قبل حتى مشكلة ترفح بيقول أنه كان فيه كشف بيتم إعداده لمرافقه الرئيس لزيارته اللي هو كان بيجردت بها للصين ففجأ بأنه تم شط باسمه من هذا الكشف فعرف أنه يومه معدودة اللي هو مراد موافي حاول أنه يتقرب لرئيس مرسي فعمل حركة تذكروني كان فيه حفل أفصار من حوالي عشر أيام في المخابرات راح رئيس مرسي فكان معتاد في الأجهزة الأمنية الحساسة أن الجهاز المخابرات ما يكون فيه ضيوف جاي اللي بيعرف أسمائهم والعدد اللي جاي فبلغ الرئاسة يا جماعة فيه كان واحد جاي ببلغي أن فيه حداشر واحد راح يمع رئيس مرسي فلما الرئيس راح ومعاه اللي راح يمعاه لو أن فيه ثلاثة عشرين واحد من الرئاس أصدرح موقف حرك طب يمنعوهم اللي يمنعوش قالوا اندخلوا اندخلوا السيد علي الحمول يقول لك المشكلة ما كانش مشكلة أكل أنه ما فيهش أكلها كافلة الأكل كان من كافلة وكان ما كان فيه لكن تبقى المشكلة أنه كان فيه اجتماع مغلق كان فيه عرض مغلق كان يجب أن يحضره الرئيس مرسي بمفرده مع قادة الأفرع الرئيسية لجهاز المخابرات وهو جهاز الخدمة السرية وهيئة الأمن القومي اللي هي معناه بمكافلة الجاسوسية علشان يعرضه على الرئيس بعض الموضوعات الحساسة اللي هي يعني عبارة عن أسرار حساسة جدا في الأمن القومي ففي الحالة لما الرئيس دخل دول دخلوا معاه فما كانش مفروض دول يدخلوا معاه فالرئيس مرسي بص له قالوا يا جماعة ما تقلقوش ما فيش حد غريب فطبعا اضطر اللي هو مراد موافئ أنه هو يحاول أنه يحجم يعني ما عرضه من معلومات للحد الأدنى لأنه طبعا كان فيه معلومات في المنطقة الخطورة مستحيل أنه يعرضها على الرئيس مرسي في حضور 23 واحد أو 22 واحد جايين معاه يعني يعني هو رئيس بحكم أنه هو الرئيس الأعلى للبلاد كان مفروض أنه يكون فيه اجتماع مع قادة الأفرع المهمة في جهاز المخابرات يطلع على بعض المعلومات الخاصة من الملفات الخاصة بأسرار المخابرات والأمن القومي فدخلوا دو كلهم معا يعني واحد داخل قوضة لأ دول داخلين هاجبين معا فالرئيس بس جدا يا جماعة ما تقلقوش ما فيش حد غريب طب اتفضلوا عمر رئيس يعني هيكسروا كلمته هيقولوا لا ما ينفعش قاعده فطبعا طب ازاي يعرضوا كلام دا كله فاضطر مراد موافئ أنه هو يحاول أنه يقلل يعني المعلومات على قد ما يقدر وكان بيحاول أنه يتقرب من رئيس مرسي وحاول أنه يعني يكون هو بدور الناصح والمستشار دي في مسائل الأمن القومي وخصوصاً دي كلها مسائل جديدة عليه هو ما كانش من رجال الأمن القومي ومسائل العسكرية من ناحية أخرى حاول مراد موافئ أنه يتقرب من المشير تنطاوي يكون هو دانو يعني اللي بيشوف بيها وكل حاجة درقة أن أدق التفاصيل في جهاز المخابرات الخاصة بالكوبونات المجانية البنزيم بتاعة عربية عمر سليمان كان بيعرف بيها المشير يعني عمر سليمان كان فيه كوبارات كده بيتصرف له والعربية خاصة المزيد يعرف بيها المشير لكن كل المسائل دي كلها لم تشفع المراد موافئ وكان فيه نية للإطاحة به بدليل أنه تم رفع اسمه من كشف اللي هيرافقه الرئيس مرسي للصين وبيقول السلطة عبد الفاجر تنطاوي يعدل عن الاستقار في 30 يونيا خاف من المحكم فيه تجاهن هو كان هيستقار في 30 يونيا بعد مسل المقاريد السلطة للرئيس مرسي لكن هو يعني قال لك لا يعني رأى أنه يستمر شوية خاف من المحاكمة ورتب السفر إلى لندن للعلاج بعد تجهيز فندق القوات المستلحة واناك لاستقباله وبيطرح تساؤل وبيقول هل يتكر الانقلاب ليسترد الجيش السلطة من الإخوان يعني طبعا ده شيء مستبعد يعني مش واضح في الأفق أنه ممكن ده ممكن يحصل ويعني فيه أسرار أخرى في الحقيقة يعني هو تحيي صحفي متميز جدا وبيقول فيها أنا نقر بعد العانوين في صباح 2-3 بقلت أنتوت راجع عن السفر خاف من المحاكمة وكرر سفر العلاج في لندن ومتجهيز فندق القوات المستلحة واناك في انتظاره مرسي أعلن يوم تسلمه السلطة في الهيكي السيب أنه سيحتفل بأعضاء الجيش على طريقته الخاصة ولم يستوعبه أحد وقتها لكي نقف عليه لما كان في الهيكي السيب لو كان في الهيكي كنت تحيييه العسلية كنت تحيييه العسلية لكن عموماً أنا هحتفل بكم على صالحة الخاصة لكن واضح أن محدش فهم إيه هي الطريقة الخاصة إلى رئيس مرسي هيحتفل بها بأعضاء القوات المسلحة وهو واضح أنه يحتفل بهم صالحة الخاصة وبتقول فانتا وعنان جاء في سيارة واحدة للرئاسة وفيه جاء بالسيس وزينة للدفاع بردباته الجديدة وبعد حال في اليوم الدستورية وإنكلاب الجيش على الجيش جاء فيه وقت تقاتل فيه قوات السعق والجيش الثاني في سيناء وتعيني قائد الجيش الثالث للأس الأركان عنان صعد بالمصادفة تتكلم معه عن تاريخ الفريسة معنام تقوله أنه هو صعد بالمصادفة بعد إبلاغ مبارك بمجزرة اللوصو اللي كان سنة سبعة وتسعين وتولى رئاسة الأركان قبل أن يتخرج في أكاديماتها العسكرية العلية قبل حادث رفح شطبة مرسي بإسم موافع من كشف مرافقية إلى الصين فعرفها مدير المخابرات أن أيامه معدودة والمشير قضى بنفسه على قائد الحرص الجمهوري تقوله أن المشير تنطاوي للأسف شديد يعني اتخذ موقف متخازل بشأن القارات التي اتخاذها الرئيس مرسي لما أطاح بقائد الحرص الجمهوري وأطاح بقائد الشرط العسكرية حمدي بدين دون أن ينتبه أنه سيصبح وحيدا ضعيفا يصل التخالص منه يعني بيقول أن الرئيس مرسي قبل أن يطيح بالمشير تنطاوي بدأ أن هو كده يعني يتسلع على رجالته فبدأ يشيل قائد الحرص الجمهوري علشان الرئيس يضمن أمن وسلامته ومحدش يروح يعتقله بملابس النوم بالليل وهو نام بالليل وقائد الحرص من ده هو مسؤول عن تأمينه فهو نام في بيته يجيب قائد الحرص الجمهوري آخر يضمن وهو نام في بيته ومحدش يروح يعتقله وهو نام بهدوم البيت يعني دي نقطة وبعدين أطاح عدم مقاعدة العسكرية والمشير تنطاوي رغم كل اللي حصل ده حوله وكل مؤشرات وأطاح مدير مقابلات العامة يعني مجموعة من رجال المشير اللي هو يفترض أنهم رجال المشير الأقوياء بعد ما حصل الكلام ده كله طبعا المشير ده ينتبه أنه أصبح وحيدا ضعيفا لا سند له فكان يسر التخلص من المشير وبتقول أن بقاء اللي هو محمد العثار عضو المجلس الأعلى قوات المسلحة سيتم الأبقاء عليه لعلاقته القوية بالبنتجون والكونجرس لأنه بيحمل ملف المعونة والتسليح والبعثات العسكرية للولايات المتحدة والمشير رفض كل السيناريوهات الفترة الانتقالية بعد مبارك وقرر الانفراض بالسلطة التي فشل في إداراته ولم يقبل بالسلطة الحقيقة بتكلم اللي كان فيه اجتماع عقد بعد الأطاحة الثاني يوم مبارك مخرج في 11 فبراير فقعد اللي هو عمر سليمان اللي هو كان نائب الرئيس فقعد عمر سليمان وشفيق يتهمسوا مع بعض وحسوا أن المشير يعني فعلا بدأ أن هو بينفرد بالسلطة ومش عايز حد يكون جنبيه ولو عمر سليمان طلب منه أن هو يعود إلى مكتبه في قصر الرئاسة بعتوار أن هو نائب الرئيس الرئيس خرج لكن نائب الرئيس لم يقرأ أنه الرئيس والنائب بتاعهم يمنتخبش في بطاعة واحدة يعني السادات لما مات مبارك نمشيش يعني لما كان مبارك هو نائب السادات وسادات قتيل في ستة كورة راحة تمانين مبارك فضل نائب الرئيس زي ما هو لم يزح من منصبه يعني ففي الحقيقة رد عليه المشير بكلمة حاسمة وقال له خلاص أفناء لما سليمان طلب أنه يرجع على أصل التحدية معتوار أنه هو نائب الرئيس قال له خلاص أفناء فأدرك اللي هو عمر سليمان أنه خلاص منصبه لم يعود له وجود وراجل أعصر أنه يروح يقعد في بيته الفريق شفيق راح عاد في بيته وبتتكلم عن جزور الخلاف بين سليمان وطنطاوي أنه دي تمتد الأكثر من عشرين سنة ونجح مبارك في تغزيتها حتى يضمن السيطرة عليهم معا وكان مبارك بيلعبهم مع بعض كده حتى يضمن أن الاتنين يكونوا مقربين لي وأن ولقهم لي وفي حقيقة الأستاذ عدل حمودة بيتكلم عن بقى مصير المشير حسين طنطاوي وبيقول وأغلب الظن أن طنطاوي أغلب الظن أن المشير طنطاوي تلقى تطمينا من اللواء من الفريق الأول على فتاح السيسي الذي كان قريبا منه سنة طويلة كما أن تعيين المستشار للرئيس قد يزيد من ذلك لكن كل اللي حصد رغم أي تطمينات هو حصد على قرات النير وحصد على تطمينا من الفريق على فتاح السيسي فريق أول على فتاح السيسي وأنه عامل مستشار رئيس الجمهورية لكن كل هذه التطمينات لا تمثل أي حصانة للمشير طنطاوي من المحاكمة وبيقول أن ممكن أي قوة سياسية تحرك مظاهرات في الشارع مبارك في مستشار سجن تورا وبيقول أن نفس السيسي اللي حصل مع مبارك ممكن أن يحصل مع تطمينات مبارك لما خرج تحتاشر في فبراير تلقى تطمينات كاملة من المشير تطمينات من عمر سليمان بأنه لن يمثل مش يحصل له حاجة وأن ده خروج آمن ومع ذلك تحت ضغط المليونيات اللي حصلت في مدانة تحييره في الشارع والقوة السياسية والقوة السورية لم ينجح تطمينات ورجال مبارك اللي مبارك عينهم بنفسه في القوات المسلحة ما نجحوش في أن هو يوفروا الحماية للمبارك ودينا شفتنا المصير للحصل للمبارك والبهدال اللي حصل لها وتجاب وتحاكم والسجن وتحكم عليه بالسجن وراح السجن وتنطاوي ما قدرش يعمل له حاجة لأنه كان فيه ضغط فيه قوة ضغطة أقوى من تنطاوي لدى رأي العام وبالتالي الأستاذ عاد الحمودة بيتوقع ويقول أن مثل هذه القوة ضغطة التي نزعت عن مبارك الضمانات التي حصل عليها من تنطاوي لما كان تنطاوي هو القائد على قوات المسلحة ما فيش ما يمنع من أن مثل هذا يحدث مع المشير الحسين تنطاوي الحل الوحيد اللي يوجد فيه تنطاوي بقولك ما لم يسافر تنطاوي إلى الخارج وهو متوقع أن يحدث بمبرر العلاج الحل الوحيد أنه هو يخرج كده خلوك كريم وخلوك شريف بمبرر العلاج فإن الأصوات ستطالب محاكمته ومن السهل قيام مليونيات تضغط وتصر وتجبر السلطة القائمة على الاستسلام ما أثر من يحصل مليونية عن أصل التحدية مليونية عند وزارة الدفاع مليونية هنا مليونية هنا وتحت ضغط المليونية ده ما فيش أي نظام سياسي مستعد أنه هو يغامر بمواجهة القوى الشعبية وأنه هو يبقي على تنطاوي ومن السهل وحركه طبعا تذكره نحن بارح كلمنا أنه في دعوات قضية نهارة بقية هتحرك ضد تنطاوي وعنان لمحاكمتهم على أخطاء المرحلة الانتقالية وكي هتوسعنا شيئا في الفاجر الدستور في الصفحة الأولى بتوجه رسالة الرئيس مرسي بتقول الرسالة إلى مرسي وجماعته جيش مصر العظيم لأن يكون يوم المليشيات لجماعتكم جيش مصر العظيم لأن يكون حقا تصدر مليشياتكم في قتل مصر واحد جيش مصر العظيم لأن يضرب أو يقتل شعبانا وأولادنا ويعني هي رسالة طويلة عريضة هي مجموعة يعني من النقط اللي الدستور بتطرحها في الحقيقة كالعادة الصحيفة الحرارة والعدالة المتحدثة باسم حزب الحرارة والعدالة اللي هو الجناح السياسي لجماعة الإخوان كالعادة هي خارج المشهد السياسي والمشهد الصح تماما في الوقت اللي كل الصحف بتمتلع عن آخرها بكثير من الاجتهادات والتحليلات والأخبار الرئيس قبل تنطاو قبل عنان وداهم بيقول لك تب ايه الخلاف ده حصل ايه ما سووا ايه الكلام ده كله واضح ان جارية الحرارة العدالة لا علاقة لها بينما يحدث السماس وفي الحقيقة الجرنان حراركة شوفه على الصفحة الاولى عنوين عادية تكلم عن التنصيق الدبلانية الفنية والحكومة تتوقعت فيها مع قرد باك الدول لكوية 200 مليون دولار وتغيير النائب العام انا استغربت يعني انا عدت اقرى الجرنان كله بالكامل وآلف افر الجرنان بالكامل لم اجد خبر واحد خبر واحد حتى في يعني جوه في صفحة السبعة صورة للمستشار محمود ميكي وهو بيحي في نمائم الرئيس مورس مفيش اي خبر جوه بيتكلم عن المشروع تنطاوي ان الرجل ده ميشي ان الرجل ده ان الرئيس الده لوكراكة النيل اتعايا مستشار الرئيس الجمهورية كخبر حتى مش هنيتكلم في التحية يعني التحية ده يمكن مستوى اعلى شوي انا بكلم كخبر صحفي وكأن الحرية والعدالة مش عارف يعني هي كانت معبولا بارح وطلعت بتاريخ النهاردة ولا يمكن تتكلم عن بلد تاني غير بلد يعني بس دي مجرد ملاحظة انا يعني برصودها وجران ممكن هركنه على الجنب لانه ممكن مش هرجع له تاني لكن هي ملاحظة ان جران خارج للسياق الصحفي تماما وزي ما قلت الحركة بكده هي دي العادة في مثل هذه النشارات العقائدية الايدورجية انها لا تتعامل بالمفهوم الصحفي المباشر انها ما تتعامل بالمفهوم الايدورج العقائدي الذي مهمته هو الدفاع على طول الخط بشكل أو بآخر عن أفكار ومبادئ الحزب حتى وإن توارد الوظيفة المهنية أو الوظيفة الصحفية اللي قارئ بيتوقعها من الجوروان قارئ عايز يعرف ايه اللي بيحصل قارئ عايز اللي هو المشير والرئيس والمجلس العسكري والأمور ماشي ازاي وراح فيه وجيه منين وكده واضح ان الموضوع ده يعني تقريبا يعني يكايد يكون أغلق تماما الرئيس يعني استثبت له الأمور في المقصصة العسكرية الفترة الجهة يكون فيه مازيل من الاجتهادات التحلات لكن في النهاية لا جديد في هذا الملف الملف التاني النهاردة هو الموقف في سيناء وموقف في سيناء مازال ملتهما متوترا في أنباء عن الشبكات من القوات الموجودة في سيناء الجمهورية في صفحة أولى احنا النهاردة يعني كده أنا شايف من قدامنا ممكن أقلي من خامس زاي الصفحة أولى في الجمهورية بتقول تدمير أوكار الإرهابين في الشيخ زويد الأهرام صفحة أولى قوات الجيش والشرطة تتسبح مع المسلحين مجهولين في سيناء والكلام ده فيه جنوب الشيخ زويد ومطيقة رفح وإن الحملة دي وقت دي من الأربعة اللي فات وبرضو بتسادف دفع بمزيد من الأليات لردم الأنفاء الأهرام في الصفحة الأولى أيضا إحالة أوراق 14 متهما هاجموا اسم العليش الثاني المفيد دي من عناصر الجهالية التكفرية فقرر محكمة جنيات الجنيات الإسماعيلية إحالة أوراق 14 واحد يعني هيحوارهم بالإعدام وتهمت تنفيذ أعمال إرهابية في سيناء الشروع في صفحة أربعة بتقول المسلحون يطردون حملة أمنية بقذائف أر بي جي في الشيخ زويد وبتتكلم عن السنساخ رقاعدة في سيناء وأبو القاسم السناوي ده أحد قادة المشايخ الشيوخ السيناء بيقول أن الحكومة عنصرية وهمشت أهل سيناء والوفد في صفحة واحد بتتكلم بتقول هجوم إرهابي بالأر بي جي على الجيش والشرطة في الشيخ زويد وروزر يوسف تتحدث في المنشطة عن الحرب على الإرهاب بتقول الإرهابيون يطلقون النار على السفن بقناة السويس ومحاولات تشريط انتباه القوات والسيسي وصبح يدعان خطة لتطوير الهجوم والتحرير بتنشر حوار مهم جدا وخطير هضطر أن أنا هقرأ عنوينه مع حضراك لأنني ما أقدرش عديه مش مجرد كده إراية عابرة التحرير في الصفحة صفحة أربعة هو حوار مع الأستاذ ناجح إبراهيم الأستاذ ناجح إبراهيم هو يعني أحد قادرة الجماعة الإسلامية بيقول أن فيه طبيب أسنان طبيب أسنان يدعى خالد مساعد هو الأب الروحي للتكفرين في سينة يريد بقى الكلام دي يكون بلاغ لكل الأجهزة المعنية والأمنية والسيادية والقومية إننا نشوف مين هو خالد مساعد ده هو الأب الروحي للتكفرين في سينة منظر الجماعة الإسلامية بيقول انشغل الإسلاميون بالسياسة على حساب الدعوة فانتشر الإرهاب بيقول قابلتوا تكفيريين في التحرير وفي أحداث العباسية وكانوا يسبونا جنود الجيش ويسبوناهم بالكفرة طيب الناس اللي كانوا في التحرير وفي العباسية دول مش في سينة دول مش عالين في جبال الحرام وجابل الحال في سينة وفي الحياة المخفية دي ده احنا نتكلم من التكفيرين دول وصلوا إلى بدان التحرير العباسية وكانوا موجودين أين الشرطة العسكرية؟ أين أجهز الدولة؟ أين الأمن الوطن؟ أين جهاز المخابرة؟ أين 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 كثير من الحاجات اللي بتوضح يعني الموضوع ده الخطر داهم وبيقول الهجوم على أقسام شرطة العريش واختطاف السياح ومحاصرة القوات الدولية وتفيير خط الغاز كلها مقدمات لحديثة الرفحة كل الحاجات دي حصلت ولم يتنبه أحد ومن الممكن أن تنتقل التوترات وده خطير بقى أن ممكن أن تنتقل التوترات إلى القاهرة أو الإسكندرية بعد محاصرتين في سيناء يعني مطلوب خطة أمنية متكاملة مش أني إحنا عاديون بنجرى وراءهم في سيناء يقوم بنطلрок في حد تانية زيكون محن مثلا عنده فر في أقوضة فهو بيجرى وراء الفار taką gemide ADJO amount of firm بيدرم هنا تيك الفر دي أخله في القوضة الثانية ستبع عملتنا إيه يعني أنا بطفش الفر أنا عايز أدعى الفار مش أني أنا بciaفق فار في أقوضة ينطل في الأقوضة تانية وبعدين أجرى وراء في القوضة دي يقوم بنطل في فرقة تانية عن زي ملايش الفار اللي بيهج Sloan انت بتهش النموس في هنا يخش على السارة تجري وراء في السارة يخش على القضرة الجنبية ما ينفعش احنا عايزين نقضي على هذا الوباء الذي يهدد يعني امن مصر وسلامة مصر ويضعها في الخطر ملاف التالت بسرعة شهيدة هو ملاف جماعات أساسية ومحلوات الدستور وضع دستور الاهرام في الصفحة الاولى بتتكلم يعني عن جماعات أساسية للدستور وخبر على ان في اقتراحين امام مجلس الشورى والتأساسية ان يتم اختيار المحافظين بالانتخاب ومنح المجالس المحلية حق للستجاب والحقيقة انا عايز اقول حركة في عجلة سريعة ان دي كلمة حق بيربيها بطل الانتخاب هو يعني ليس هو الالية المسلأ التعامل مع مجتمع زي مصر الانتخاب صح هو الالية ديمقراطية كل ازمان هم تعرفش غيره لكن مش بتدور الانتخاب يفرز الاصلح مش بتدور الالي الناس بين انتخموا وانتهابت بالكلمة عن المجالس المحلية ده مامبع وبقرة الفساد في مصر هي المجالس المحلي هو الجهاز المحلي بشقي التنفيذ والشعبي الناهر ده الاجهزة المحلية او النهر ده من كلمة عن المحليات محليه دي عبارة عن جهاز تنفيذي اللي هي معقصوة دي الوحد 훨يلة المحلية وموظيف الإدارة الأهندسية ومعقصية أهندسية والشق الأخري هو الشق الشعبي لهي المجلس المحلي اللي بيخش المجلس المحلي في كارية لو لا مش عارف في بلد و لا في مدينة علشان يبلوح يسايا ونروح يجيب العشم وقفش في طبور ولا مش حاجة يجيب الأبوب ولا بتوع النظافة ينظفوه يكنسوه وصبيته ولا لو فيه لمبة محرورة في العمود يركبوهاله مالبعده مجلس محلي ممكن نروح يعمل طلب أحاطة ولا معارش يعمل استجواب لرئيس المدينة والكلام ده كله فشي غريب يعني أن الأمور تطرق على هذا النحو أعطاكم أنه لسه بادي على مصر أن يكون فيها هذا النوع في الأهرام في صفحة 5 ودولة تأساسية تطرح باب الحقوق والحريات للحوار وفي الأهرام في صفحة 5 تصريح على سنة الدكتور وحيدة عبد المنجيد المتحدة في اسم جماعية أسية جيول القضاء العسكري ضمن أباب الجيش في دستور يعني تقريبا فيه شبه استقرار في الاتجاه أن القضاء العسكري لن يضمج مع القضاء العادي في قضاء مواحد لأنه نظر أن فيه طلبات كثيرة الحقوقيين طلبوا بيها أن القضاء العسكري ما يكونش بيحمل رضبة عسكرية أنه يكون القضاء العسكري على الدراكتين للترتيب العسكري رقم واحد رقمتين القضاء العسكري حتى الآن هو قضاء درجة واحدة فإذا كنا مطلوب دمج القضاء العسكري مع القضاء العادي في جهاز واحدة أو فاية واحدة مطلوب أن هذا القضاء يكون عدرتين فما لم يتوفر ذلك فيه اتجاه القضاء العسكري هيبقى موجود زي ما هو لكن هيكون ضمن أبواب خاصة بالجيش ولا علاقة له بالقضاء العادي في الأهرام في صفحة 5 خبر بيقول الشورى يدعو إلى تقوية دور المحليات فيه مواجهة الفساد ده هو الفساد نفسه ده المحليات ده هي الفساد بعينها والدكتور محمد محسوب وزير شؤون النيابية والمجال شؤون الكونية والمجالس النبية بيقول الدستور الجديد يعطي المجالس الشعبية حق استجواب المحافظين ماشي يا الله خلاها تخرب استجواب المحافظين والشورى في صفحة 1 بتقول أن فيه 22 ألف مقترح لتلقتها للاقي جامعية تأسية للدستور تلقت 22 ألف مقترح 22 ألف تسعة وتسعين مقترح بالضبط من المواطنين سواء على بالبريد أو على موقعها الإلكتروني اللي هو يعني الناس ممكن تبعط مقترحاتها عليه طبعا أنا مش عارف يعني مين هي 22 ألف مقترح وطلقت جامعية تأسية تسعة وسبعين مشروع دستور متكامل يعني طبعا فيه تلافات وتجمعات وحقوقيين وكل واحد بيجتهد جامعية تأسية تلقت 22 ألف مقترح للدستور بالإضافة إلى تسعة وسبعين تسعة وسبعين مشروع دستور متكامل أنا حياة مش عارف يعني جامعات السياحة تقرأ كلام ده كل فين وإمتى وإزاي طبعا شيء يعني مش متوقع وشيء مش منطقي وروزر يوسف تلاتة بدون انتهاء السياغة الأولية للدستور الخيال 45 يوما والجمهورية بتنمى التصريح على لسان الأستاذ عمرو موسى المرشح حسابه الانتفاق الرئيسة وهو بيطالب بإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب قبل الدستور بحيث ان يتم يعني يتم يعني نقل السلطة التشريعية من يد الرئيس إلى مجلس نيابي منتخب في عندنا أخبار أخرى مش عارف في عندنا جماعة وقت ولا الوقت ايه بالزبط يعني طيب يعني احنا معنا كده في وقت سريع جدا فيه أخبار هنقولها بسرعة الأهرام في صحة واحد الرئيس مرسي كان توجه توجه لسعودية لمكة المكرمة لحضور قمة مكة الطريقة هتناقش الوضع في سوريا المشكلة في بلسطين تهويد القدس الوضع في الوطن العربي كله فالأهرام بتكلم عن انطلاق كمة مكة الطريقة مرسي يؤكد أهمية التلاح بين الشعوب الإسلامية دعم المبادرة العربية الوقف العنفي في سوريا والرفض الكامل لمخططات لمخطط تهويد القدس وبيتقول أن الرئيس مرسي يعني ألمح وعشار أن مصر بتدعو إلى استضافة الكمة الإسلامية القادمة السنة الجاية سيدة نجلاء علي وأولاده الأربعة راحوا سفروا السعودية صباح يوم السلساء على طائرة مصر للتيران بجوازات سفر دبلوماسية وأن الرئيس المرسي رفض الصحاب أسرته معاه في طيارة الرئاسة والخبر بيقول طائرة الرئاسة حرام على أسرة مرسي وأنه رغم أن طيارة الرئاسة يعني تسعمل حياة بألف وطيارة فيها كلاسة لكن الرئيس رفض رغم أنه راح السعودية وهيعمل عمرة وأسوته راح هناك لكن هو رفض تماماً أنه يأخذ أسوته معاه وركب الطيارة بتاعت نصر للتيران الرئيس ركب طيارة الرئاسة وأسوته ركب طيارة نصر للتيران في الحقيقة يعني هو خبر طبعاً مؤشر إيجابي وكويس نتمنى أن الرئيس المرسي يستمر على هذا النهج الشروف صفحة واحد بتقول اجتماع متوقع بين مرسي ونجاد في مكة يعني أن الرئيس أحمد النجاد رئيس إيران هيحضر اجتماع اللي هو قمة مكة فبيقول أنه في توقعات أنه ممكن الرئيس مرسي يلتقي بنظيره الإيراني أحمد النجاد وإن كان مثل هذه اللقاءات لا توقع إلا بطلب أحد الطرفين يعني إما أحد أعضاء الوفد المصري أو أحد أعضاء الوفد الإيراني أو أي معروف طبعاً في اللقاءات دي أن الوفود بتطلق على همش الاجتماعات دي فاللقاء ده هيتم إذا طلب أحد الطرفين يعني إذا طلب الجانب المصري طلب ده أو جانب الإيراني طلب ده فممكن يتم ترتيب اللقاء وبتقول أن الرئيس مرسي لا يمستقر حتى الآن على حضور كمة عدب الامحياز المقرر عقداء في تهران وإن ده يكون خضر لحسابات الآن مقام بحسابات يعني الحسابات الأقليمية في هذا الوقت والأهران في صفحة الثلاثة في تصريح في منطقة الخطورة على لسان وزير العدل المستشار أحمد ميكي اللي هو الشقيق الأكبر المستشار أحمد ميكي اللي هو نائب رئيس الجمهورية وبيقول فيها أرفض الاستخدام السياسي للقضاء وحكمة دستورية بحل البرلمان جاء في غير تقوير يعني نحن نكلم ده يدي ده تصريح بيقوله وزير العدل الحياة وزير العدل بيقوله كلام خطير يعني بيقول فيها أن في استخدام سياسي كبير للقضاء بيقولك أرفض تدخل القضاء في مسائل سياسية مثل حل البرلمان أو وقف جماعية السياسية طب أنا يعني السؤال اللي أنا بتراحه وأنا لسته بقانونية أنا مش راجل قانوني النهاردة حين يختصم المواطنون في شأن معين أنا النهاردة خطت انتخابات وأختصم في شأن معين هل القضاء يجب أن يمتنع عن نظر هذا الشأن لمجرد أن ده شأن سياسي القضاء في النهاية هو ده المستشار المرجعية اللي نحن نحتهم إليها يعني وبيقول وشيء خطير كمان بيقول أن أحكام القضاء يجب أن تتماشى مع روح الثورة اللي مش عالف هو القضاء هيعكم بالقانون ولا يجب أن يكون بالثورة ده السؤال يعني القاضي القاد على منصة المحكمة الدستورية أو القاضي القاد على منصة القضاء الإدارة والإدارة العلية أو في أي محكمة حين يحكم هذا القاضي في خصومها معينة هل يحكم بناء على أحكام الثورة على أحكام الثورة أحكام الثورة ولكنه هي دي مطالب السورة الشعب يريد الشعب يريد أي حاجة الشعب يريد يأكل فول يأكل طعمة يأكل أي حاجة ما دي مطالب الثورة يعني ففي الحقيقة بيقولك أن أحكام القضاء يجب أن تتماشى مع أحكام الثورة يعني هذا يعني أن يضرب القضاء بالقانون عرض الحائط وبيقول فيها بيقولك وقال ميكي بيقولك أنني لو كنت مكان للقضاء كلامنا بتقوله الأهرام في صفحة ثلاثة بيقولك أنني لو كنت مكان للقضاء الذين حكموا بحل برربان كنت سأسعى للوقوف مع مطالب الثورة لأن شعورك قاضي أن التغيير مطلب شعبي والقاضي لا بد أن يقف في هذه الفترة مع مطالب الثورة يعني القاضي يلغى القانون ويقف مع الثورة ويخلي برربان اعتمolنا أنه ده برربان الثورة ويقولك وخاصة إذا كانت الأمور تتعلك بالعمل الديمقراطي يعني لو في عوارد السوري لو في عوارد السوري بيقوله أنهي أنهي ما كانش فيه تكافحة في الفرص ما كانش فيدي قوة فرص بين المستقلين بعافة بين الفرديين وبتوع القايمة وبتوع الأحزاب داخلوا على الأوايب بلعوها وكمان نزينوا وطعوا على الفردي مطلوب من القاضي يلغي القانون ويقولك لا أنا أمشي مع مطالب الصبر ده كريموس شاحن ميكي أقولك أو على الأقل كنت سأسعى لتأجيل حاسم ملف برلمان يعني أنك أنت تكتم كلمة الحق تعرض كلمة الحق هتأجل دهو حل بل أن الوطن يحتاج إلى الاستقال في فترة حالية لأن حكم المحكمة قضى بحل برلمان ولم يضع حل لنفراغ سلطة تشعر فهي أنا عايز أرود عن مصرحة الميكي بنادو أنا حضرتها للمستقل البشري وقال هالي مرة قبل كده برضو المستقل عبناء حسني فقير الدستور الكبير القضاء القضاء يحكم ولا يدير يعني بمعنى إيه بمعنى أنت حرائك بتروح ترفع عضية أمام القضاء القضاء بديك حكم لكن القضاء ليه يتولى الإدارة ويدي الشعر الفاصيل من الحكم والإدارة القضاء بيحكم ببطلان مجلس الشعب لكن القضاء ما يديرش عاملية حل المجلس الشعب فيه سلطة تنفيذية لتتولى التنفيذ يعني هو بعت الحكم المجلس العسكري المجلس العسكري عام على الكفر ديطر هي أمانة عامة مجلس الشعب النفذي حرارك تتظلم أن فيه زميل لك اترأى وإنت ما ترأيتش رغم أنك أنت تنطبق عليه كل شوت القضاء يحكم لك بالأحقية لكن القضاء مش هو السلطة المعناية بأنه هو يمنحك الأحقية يعني أنت ما ترأيتش تروح تأخذ حكم المحكمة بمنحك درجة مدير عام القضاء ما يحكمش دي لكن القضاء يحكم بأحقية القضاء يحكم ولا يدير في الحقيقة المشرح بيد ميكي بيقول كلام في المنطقة الخطورة في الأهرام النهاردة أنه هو بيطلب القضاء يحكم بالثورة ما لنجعه بالقانون القضاء يأجل الأحكام عشان المؤامات منهاردة هو بيقولك أرفض الاستخدام السلطة القضاء على يعد ما يقوله المشرح أدميك هو أصل تأسيس القضاء حين يتم الغاء وتغييب القانون والقاضي يضع في اعتبار أشياء أخرى نحن النهاردة بنتباقي أن العدالة عمياء لما حرفت تروح عند مجمع من حاكم الجلاء اللي في شارع الجلاء ده اللي هو جنب مبنى الأهرام تلاقوا كده إيه العدالة واحدة ستة وقفة ومسك المزين وحتى عصاب على رأسها القاضي لا يحب الوجوه القاضي ما يبصش في وش مين لي جايل ومين لي بتقضى قدام والقاضي بيحكم بناء على ورق بيحكم بوقائع القاضي مفروض ما يحبش أو يكره فالنهاردة لما قاضي يقولك بيحكم الثورة طب أنا يمكنني لي رأيي في الثورة يمكنني لي رأيي أن الثورة كان لها سلبيات هي مش ثورة مباركة مقدسة الثورة لها إيجابيات أطاحت بفساد وأقضت على مشروع تاوريس وعملت لكن الثورة على الجانب الآخر كان لها تاما غالي وكان لها سلبيات تمثلت في أشياء كثيرة ماذا لو أن أنا لي رأيي في هذه السلبيات كقاضي هل النهاردة نسمح لقاضي أن يحكم أنه يدخل عقلته الشخصية وعقلته السياسية في مثل هذه الأحكام وبعدين يجي بقى يقول له بعد كده إيه في الآخر بقى تناقض بقى لقى مصرح من ميكي بيقولك كان يمكن أه بيقولك وأضاف ميكي أنه فيما يخص القانون اللي هو قانون العزل اللي هو كان عاملينه ومفصلينه على عمر سليمان وأحمد شفين كان يمكن أن نطبق القانون لأننا في حالة ثورية يعني ما نحن نتكلم عن شرعية ثورية ولا شرعية قانونية هل نتكلم عن حالة ثورية دي يعني ما فيش ثرعية ثورية ولا شرعية قانونية نحن في حالة ثورية يعني عطل كل شيء ومنحكم بالحالة الثورية في حالة ثورية وعقب أي ثورة تصدر قوانين بعزل أشخاص كان لهم دور في إفساد الحياة السياسية كلام في مطال خطورة يعني حين أتهم شخص بإفساد الحياة السياسية وطلع له قانون والكلام ده كله ما فيش حكم قضاء يعني في النهاية أم أقول إن فلان ده فاسد ما هو الفاسد؟ الفاسد هو اللازل يفسد بحكم قضائي إنما يكون في حكم قضائي بات ونهائي بيتهم فلان بواقع معانا إنه هو تربح إنه هو ارتشى إنه هو انتفع إنه هو عمل حاجات قانون بيجرمها هو ده الفاسد لكن أنا مجرد أطلع حكم بقول فيها إنه كل ما انتولى منصب في ظل نظام مبارك نظام مبارك خمس سنين مقابلة نحية 11 يعني هو قانون بيقولك إيه 14 فبراي 2011 فبراي 2011 كل ما انتولى منصب أبيها لمدة خمس سنين يبدأ يحلم يعني إذا أنا ده أنا بعمل عقوبة على غير سنة قانوني إنت زي تعاقب واحدة على غير سنة قانوني يعني في النهاية الفسادة لمن يزبط وحقه الفساد مش مجرد إنك تم فيه كثير من الشرفاء في الحزب الوطن المرحلة وما حدش يجب أن ننكر ذلك وإنا أعلم وفيه كثير من الوزراء اللي خدموا في عهد مبارك ما درش نحن ننكر ذلك فيه كثير من الوزراء المحترمين في عهد مبارك يعني كيف إن مصرح الملك يطلب القضاء بإنه هو يعطل النصوص الدستورية والكونية وإنه هو يحكم باستورة وإنه هو يأجل مش عالف كذا وإنه هو يقر قانون العزل السياسي في حكم تاريخي من الأحكام يعني القضاء المصري يعني ده قضاء شامخ وراسخ وبحية أنا أشعر بحالة من القلك الشديد على محكمة الدستورية محكمة الدستورية وأنا بقول كلامنا أمحرق ودي شهادة سجلوها لي المحكمة الدستورية يدبر لها بليل فيه تدبير شديد لمحكمة الدستورية والشيء الخطير اللي كنا بنسمعه مبارح من أعضاء في مجلس الشعب من جماعة الإخوان والسلفين أنه رح بنسمعه من موزيل العدل الراجل عمل ثمم مقترحات يعني هيغيره دروة محكمة الدستورية فيها وربانا يسر أن الكلام ده ميمشيش يعني يعني ربانا يسر الكلام ده لو مشي يعني هو هدم لصرح من صروح العدالة مش هو مصر في العالم هي من أعرق خمس محكمة الدستورية في العالم محكمة لها أحكامها التاريخية التي يسجلها التاريخ حين النهاردة يعني يتم هدم كل هذه الصروح القانونية والقضائية عشان بنكلم في مفهيم نسبية نقول مطالب الثورة يعني ايه مطالب؟ مطالب نسبية وكل واحد فهي مصور على المزاكو يعني أستاذ فرو الجهودة ما كانت في الأرض النهاردة احنا مش قادرين ميزة بين البلطاجة والسائر مش عايزين مش قادرين ميزة بين ما بين المقاومة الحقيقية ومن الإرهاك وهنا كثير من الجماعات الإرهابية التكفلية بترفع شعر القس وكم من القس القس دي اللي مات في يعني اللي مات في سبيلها كثير من الشهداء مات أيضا بسببها كثير من الأبرياء في النهاردة فيه خلل في المعايير في النهاردة إزاي المشرحة الميزة يقولها هذا كلام ده كلام في حقيقة أنا أتوقف أمامه اللي هو قاله في الأهرام وفي الحقيقة الوافد بتقول هجوم على اسم تاني مدينة ناصر مدينة ناصر فيه عصابة اسم عصابة خالفة فرنسا يواحد يستيطي مع فرنسا اختلفت مع أحد أبناء الشرطة باسم تاني مدينة ناصر في وضع أمين شرطة زقاها أريو هجوم ضربوه حصار لإسم مدينة ناصر أمن الشرطة تعور راح مستشفى جراحاته اليوم الواحد قريبا راح يجري وراها حاب يقصر المستشفى طوله في أسطح العمارات ضربوه على اسم تاني مدينة ناصر الحقيقة ده تفاصيل هجوم على اسم تاني مدينة ناصر لكن واضح إنه ما عندناش خلفيات إلا حصل في الحجوم ده وكان هي أسبابه الحقيقي يعني إيه سأب الخلاف بين الستة فرنسا الستة فرنسا والعصابة دي عصابة خالة فرنسا دي وأفراد القوة بتاعة إسم مدينة ناصر والوافد في صحة واحد بتطلع علي مفاجأة تقولي الوافد تحصل على صور تكشف كابسولات الهرمنة في شوحة الأبكار السرية في شوحة الأبكار السرية جات فيه كابسولات هرمنة طبعا بقى ما تستغربوش للصورة أم حضر ركا هي ومتعلمة يعني هم يعني الجماعة أمين بها بدور كويس ما تستغربوش ليه السرطان ما ينتشر في مصر وليه الأمراض المستحداثة والأمراض الخبيثة أصبحت دخيل علينا النهاردة قادينا بنأكل لحمة متسرطنة ومهرمنة وخضر مهرمن ومش عالفها حاجات غريبة كده يعني وخبر عوما خلاص أنا هختم جوليته النهاردة أنا عندي حاجة كثيرة لكن هختم جوليته النهاردة بخبر بيقول تأسيس المجلس الاستشاري الكوبتي لمواجهة تأسيس دينامو شافحية هو في إتلافات إبطية ومجموعات إبطية يعني عاملة اجتماع في إحدى الكنيس الكنيس العدلة اللي تبع طائفة كثيروكية في مصر جديدة هم أسيس المجلس الشاري قالوا نحن هنتخلى عن الآن ونتخلى عن ذاتياتنا ونحن هنجتمع كلنا علشان يكون فيه كيان يوحد كلمة الأقباط لمواجهة موجة التعاصب والكيانات التيارات الدينية المتطرفة وفيه أحد الضباط فيه جهاز الرقابة الإدارية هو برودو المقدم بيتهم رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالتصالة على فساد مبارك وأركان نظامه اللي هو محمد بريد تهامي وبيقول فيها أنه هو ترك زكريا عزمي لمدة أربعين يوم يفرم ويحرق في المسندات اللي هي بتدين مبارك وأولاده وبيقول فيها أنه هو تقعص عن تقديم تقديم الأدلة التي يعني تدين تورط كثير من رموز النظام السابق ورجال أعمال النظام السابق ورجاء ووزراء النظام السابق والفاجر في صفحة الأخيرة في الحقيقة فيها موضوع مهم أنا مش عارف أنا عديت وقتا كده بشكل بشكل يعني ووضح لكن الحقيقة عندنا جولة حافلة يعني ومغرية الحقيقة فيه واحد صحفي فرنساوي اسمه كريستان مالر هذا الصحفي كان بتربطه علاقة برئيس السابق مبارك وكان بيقعد معاه فالصحفي ده عمل كتاب اسمه في قلب أسرار حكام العالم الزميلاتنا يصرى زران في الفاجر في الصفحة الأخيرة هي بتقدم ترجمة لهذا الكتاب اللي فيها كريستان مالر بيكشف كثير من أسرار مبارك وأسرته وبتقول أشهر صحفي فرنسي يكشف مذكراته عن الرئيس مبارك بيقول الصحفي ده إن سوزان مبارك كانت تروج لجمال مبارك كما لو كانت تروج لمسحي الغسيل زي كده مسحي الغسيل كده مسحي الغسيل يقول لك مش عارف ايه مش عارف ايه وتحدي وبرسيل ومش عارف ايه ومش عارف اريال ومعرفشوا حاجات والناس معاناها دي فكان بيتم التروج لجمال مبارك بمنطق مسحي الغسيل وبيقول مبارك قال لي كل المحوطين بيه يضغطون علي للإستمار في الحكم من أجل مصلحتهم أنا لست عبيطا في 2008 كان العام الذي تحول فيه مبارك إلى الرئيس محفوظ في الفرمالين لا يخرجونه إلي عند اللزوم 2008 ديقول إن كان عام يعني فارغ في عام مبارك هو كان الرئيس حاطينه في الفرمالين ما يخرجش إلا وقت اللزوم وكان الجمال مبارك هو اللي بيدير كل شيء في مصر نختم جولتنا برسمين الرسم الأول في روزة اليوسف في الأخيرة وهي بتتكلم على خلفية مصطلح الخروج الآمن يعني دي الخروج الآمن دي كلمة تكرر كثيرا في كلامنا طنطاوي مبارك مش عارف أحمد شفيق عمر سبيل كل حديث يقول لك الخروج الآمن في حية فيه واحد حرامي شايل وراه كده يعني حية كده يعني سرقها وماسك مسدس وبيصوب مسدسه على واحد عفوا بقول له امتا فين باب الخروج الآمن على خفية الخروج الآمن يستخدم لكل الناس فالنهاردة حتى الحرامي كمان اللي سرق سريعته عايز الخروج الآمن ونروح للشروق نروح للشروق والصفحة الأخيرة فيها موتيفة في منتهى الخطورة والأهمية وهي بترسم نصر مصر وقد التحى خلاص بقى النهاردة يعني النصر اطلع له دقن هو دلوقتي خلاص هتلاقوا الراس فوق وتحتها كده ايه في دقن للنصر وهو ده هيكون نصر مصر الجديد ويعني ربنا يصرها ما يكونش هو ده نصر نتمنى يكون ده مجرد من وحي خيال الفنان زي بيننا عمر السنين في الشروق لكن هي بتتوقع ان خلاص النصر يعني النصر هيربي دقنه اذا صح التعبير يعني وهيبقى نصر مصر الجديد مش هو النصر احنا كنا بشوفه في العالم بتاعنا هو النصر هو ما زال نفس النصر لكن طرعت له دقن على اعتبار ان هي دي طبيعة المرحلة اللي جاية في ظل الهيمنة الكاملة للطيارة او الفصيل السياسي معين ربنا يصرها محدش عرف الله هيحسب بكرة الاحداث ماشي ها فين وراحها على فين نتمنى ان ربنا يعني يعني يصرها على البلد ونلتقي غدا في جولة اه قادمة على خير ان شاء الله شكرا اشتركوا في القناة